بس اه الخير هنشرح ازاي نغير او نحط الصورة بتاعتنا في الخلفية بتاعت الاكاونت بتاع ستريم يارد الصورة او الافاتار تمام من غير استخدام اي برامج لان البرنامج اللي هو الشائع بين اصدقائنا اه هو في فيروس اه ميلوير يعني اللي هو كاميرا البرنامج ده في اه تروجان ده بيفتح ثغرة في الجهاز عندك ممكن اي هاكر بيسكان في الانترنت يلاقي الثغرة دي وخش عندك على الجهاز اه يستعمل بتاعك او او ياخد البيانات الشخصية بتاعتك او صور شخصية يعني فالافضل ان احي مستخدموش ان هو ملوش احتياج اصلا يعني هنخش على الاكاونت اه بتاعنا هتخش على اكاونت بتاعك على ستريم يارد كليك على كريب برودكاست هتختار هتعمل برودكاست فين انت ممكن تعمل برودكاست على فيسبوك او تويتش او يوتيوب او واتفر احنا هنا على يوتيوب فانا اختار يوتيوب قناة بتاعتي على يوتيوب يعني اه واتدي له اي اسم اخليه برايفت عشان مش متاح لأي حد يعني واقول له كريب برودكاست طيب اه بعد كده اه ادخل برودكاست اكليك اعمل كليك على انتر اه برودكاست استوديو اه انا الكاميرا بتاعتي اه باي دفولت ايه بتبقى شغالة بس انا طبعا يعني اه سدد اعطت عليها حاجة عشان صورتي ما بنشي في الفيديو ده فكل اللي انا هعمله اه بمنطقة البساطة اقول له stop cam يظهر لي اه اول ما ادوس stop cam يظهر لي اه 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 باتون عالصورة اسمه ايدة اه افاتار طبعا في صورة موجودة لان انا حطيتها من قبل كده اه لما ادوس على ايدة افاتار اه اعمل كليكا على ابلود ايميج واختار الصورة اللي انا عايزها اللي هي دي مسلا وزبطها زي ما انا عايز ممكن اعملها الروتيت قول له apply الصورة اه بقت موجودة وبعد كده قول له enter broadcast studio تمام في ال broadcast studio انا الصورة موجودة اهي لو عملت له add to stream الصورة موجودة اه بمنطقة ببساطة اعمل leave studio اعمل click عليها يعني واجي جنب اللي انا كنت عامله اجي اه اعمل click على more واعمل click على delete انا كده ايه اه طبعا واعلامة صح في اللي هو delete on youtube اعمل click delete broadcast كده الصورة بتاعتي بقت موجودة في نقطة تانية اه في السريع كده اقولها برضو عشان انا بشوفت ناس كتير بتشتكي الصوت بيقطع ومشاكل طبعا مشاكل الصوت لها اسباب كتير يعني بس انا في اعتقادي من الاسباب الرئيسية اه 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 يعني من الحاجات اللي هي ممكن تحسن لك الصوت ان انا مثلا يعني ادي مثال كده ان انا مثلا في برودكاست دخلت الستوديو بتاع البرودكاست خش عالسيتينجز نفسها بتاعة الكام والمايك اجي على اوديو اه اعمل علامة صح جنب يعني ايه اوديو بروسسنج في السريع يعني اه انت لما بتتكلم في المايك الداتة ما بتروحش اه يعني مفروض هي طبعا بتروح للسيرفر ومنه على يوتيوب عشان الناس تشوفها يعني تسمع الصوت اه لما بيوقع فيه اوديو بروسسنج هو بقى بيحجز الصوت عنده يعني اجزاء من الثانية كده او ممكن ثانية حسب بقى الكواليتي بتاعت الانترنت بتاعتك يقعد بقى يعمل للصوت ايه اه ايكو كانسيليشن شيل الصدى الصوت يعني اه وشيل نويز هو مما يعني اه لو انت بستخدم مايك كويس انت مش محتاج ان انت تعمل اوديو بروسسنج فالافضل ان انت تعمل اوديو بروسسنج لان ده هيعمل اه ديلي لتنسي يعني ويعمل الحاجة اسمها في الصوت اه لو انت استخدمت دي وجربتها ولاقيت الصوت كويس يبقى انت اه دي حلتلك المشكلة لو لقيت الصوت مش كويس يبقى انت اه بتاعك مش ان السرعة هنا مش هي المشكلة او بتاعك اه مش كويس او انت محتاج درايفر اه للمايك بتاعك احسن بس وانا شاكي لكو جد واتمنى ان انا اكون افدتوكو شكرا